اشتركوا في القناة لموعد المراقبة والتحيين هنا يعني طريقين او طريقتين هناك من اقصية صح وصلوا ميساج واغصية هذا لا غبار عنه يعني مستحيل انه راح يستفاد مرة اخرى اخرى اقول من منحة البطالة اما هناك فئة قليلة وقليلة جدا تحسب على الاصابع ان صح القول لم تصلهم رسالة التحيين نهائيا رغم ذلك اقصوا من منحة البطالة لهذا السبب يعني كدير وضعية وضعية منحة البطالة معلقة بسبب عدم الحضور لمععد المراقبة والتحيير رغم عدم وصول الرسالة هنا الحالة الوحيد والاوحد فقط تتوجه في اقرب وقت ممكن للوكالة الوطنية التابعة لمقرأ اقامتكم يعني لا نعمل سجلت فيها تروح تقولهم باللي راهي موصنيش ميساج ورغم ذلك اقصيت لهذا السبب هنا في هذا الحالة رح نيراجعوهما هل بعثوك ميساج ام ما بعثوك شميساج حقيقة عندهم اذا كان بعثوك ميساج يعني اقصيت اما بعد تأكد من انهم هما ما بعثوك شميساج ورغم ذلك نحوك من منحة البطالة لهذا السبب رح يرجعوك ان شاء الله وهذه تجربة عن بعض المقربين بتوفيق للجميع